طبعا عندك المعلومة الأولى هذه المعلومة ممكن كده غريبة شوي طبعا هذا ملك يوغ سلافيا على اسكندر الأول كان عنده فوبيا ما يحضر أي مناسبة تصير يوم الثلاثاء عنشان إيش؟ عنشان أنه تم اغتيال ثلاثة أشخاص من عائلته حتى صارت سنوات عديدة ما يحضر هذا اليوم أي مناسبة تجيب في هذا اليوم ما يحضرها في يوم من الأيام قرر يحضر تخيل يعني بعد سنوات طويلة قرر يحضر مناسبة في يوم الثلاثاء فتم اغتيالها بهذا اليوم طبعا هذا الشاب التايلندي الذي يبلغ من عشرين عاما هذا الشاب راح من يوم من الأيام يبغى يصيد فساء الطغس ساءت أحوال الطغس يعني خلاص ما يضبط له أن يصيد أتمنى أنه وصلت الفكرة فالطر يرجع إلى الشاطي فتخيل تخيل معي وش ده الحظ القوي رجع على الشاطي وجد هذا الشي تشوف هذا الشي اللي في يده هذا العنبر وزنه سبعة كيلو تخيل بكم بعد ثلاثمائة ألف دولار يا حظة هذا الشخص هذا الشخص هو شارلز آرثر كان يلقب باللص المحبوب ليش؟ لأن كان يسطع على البنوك وياخذ المستندات العقارية ويمزقها تخيل يصرقها عنشان يمزق المستندات يخلص الناس معديون تخيل حتى أن الناس حبوا حب إيش؟ تم رصد مكافأة لأبلاغ عنها أربع مليون دولار من الشرطة يعني ما حد رضى يبلغ عنها أبداً حتى لدرجة كان يخبؤون في ملازلهم ولا يخافون الشرطة طبعاً زي ما انت شايف هذه الصورة هذه الصورة ها حجر موجود في المناطق التي ضربها أجزلزال تسونامي في اليابان طبعاً المكتب عليها كتابة لا تبنوا منازلكم بعد هذه النقطة بس إيش اللي يعرفهم إنه بيصير كذا بس من الواضح إنهم عانوا من الكارثة هذه من قبل يعني صارت عليهم مثل هذه الكارثة فقرروا إنهم يحذروا الأجيال اللي بعدهم بس للأسف إنه تم اكتشافها بعد زي 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 تسونامي أسمعكم بهذه الفقرة في سنة 364 هجري أقبل ملك الروم يبغى يجيع يبيد الإسلام هذا الملك أرامانوس فأخذ 200 ألف جندي رومي انطلق بهم إلى المسلمين فالتقاه السلطان البارسلال ف طبعاً هذا السلطان خاف من العدد فأشار عليها أحد الرجال كان اسمه أبو نصر محمد البخاري فقال إيش؟ عندي لفكرة يعني ليش ما نضبط المعركة بعد الزوال يوم الجمعة حتى تضبط الموعد مع خطبة الجمعة ويكون الأمة جالسين يدعون للمجاهدين طبعاً سوا هذه الخطة وانطلقت المعركة وانتصروا على 200 ألف كان عددهم المسلمين 60 ألف جندي ترجمة نانسي قنقر